عايزة اقول لبرج الجوزاء حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد الخالط لان عندك طاقة حسد ودي زي ما شفتها على فكرة في برج الاسد اللي هي نفس طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحسدوك فحاول ما تظهرش كل حاجة عنك اه او عندك اه او عن حياتك او عن حاجات بتعملها اه بالذات بقى في المحيط اللي انت فيه يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي عادي اه ممكن تتكلم تفضفض تحكي عن حاجة عندك لكن في محيطك لأ خالق شايفك اه منتظر بتفكر كتير اه بصتوا بسبب الانتظار ده يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة مش حلوة في اي حاجة يعني مش اه مش في الحب بس مش حلوة في اي حاجة يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير وممكن ما تجيش لان المنتظار بيأخرها اه فنحاول ان احنا نلهي نفتنا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة المنتظار دي عشان اللي احنا عايزينه ييجي يعني تقريبا يعني انت برج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل لو فيه منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية وان شاء الله قريب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار اخبار الشغل عندكم في الفترة دي عند بعضكم اه ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح في انفصال مع ابراج ترابية انفصال قريب دي حصل ودي كانت علاقة غير موفقة طبعا اكيد مش للكل بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي بقولك انك تبص القدام لان اللي جاي افضل بكتير يعني بلاش نبص ورانا كتير تعارفين اللي بيبص وراه مش آآ بيقع آآ مش بيشوف قدامه اصلا فيه فرص بالضيع لان انت مش باصص عليها فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير فيه ناس فيكو مقدمة على الارتباط عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة فيه منكو بقى بالذات لو رجالة انتو اللي بتمثلوا في الارتباط انت اللي تعب الطرف التاني يا برج الجوزاء ومش بسبب حاجة مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات لأ هو الموضوع انك بسبب آآ شغلك حياتك كلها شغل بتنام وانت بتحلم بالشغل آآ شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية انت بتحب الطرف التاني انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني مخلص ليه بس مش بتفوق غير لما تفقده ولما يرجع ترجع زي عادتك تاني يعني تفضل طول الشغل والوقت و وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد وترجع انت اللي بتكلمه عشان بتحبه بس لما تتأكد خلاص ان هو معاك بترجع تقول نفس الكلام تاني مش هنسميه مبررات انت فعلا دماغك عامل كده يعني شغلك واخد كل كل حياتك لازم نحاول ننظم شوية لان ممكن الناس دي وبالذات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد بغيرهم ممكن الناس دي آآ لو مشيوا في مرة مايرجعوش تاني دي للبعض يا جماعة يعني مش للكل وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات في منكم في جواز وفي طرف تالت سواء انت او الطرف التاني يعني ممكن حد فيكم اتجاوز الحد اللي متجاوز ده ممكن عايز ينفصل وبيحب حد تاني هو فيه نوع من انواع الانفصال بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما ده ممكن انت او الطرف التاني بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزيق وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة يعني بص يا بورج الجوزيق هقولك انت انت طيب جدا بس في نفس الوقت زاكي جدا برضو يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه بازاك لو ميزان هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية بورود في العلاقة شوية وده بسبب اوضاع خلاكية آآ بتمر بيها الابراج الهوائية بالذات الميزان يعني اكتر حد متأثر بيها هو بورج الميزان ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله اللي في حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية بس مش شرط يعني مش شرط لبورج هيكون بورج ايه بس هيكون حب موفق جدا لان هو كمان بيحبك بيحبك ونفط ويسعدك يعني بيفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه ويسعدك ازاي يعني دي طريق 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 تفكير الطرف التاني في العلاقة بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع بورج ترابي في الحالة دي ممكن اقول لك تكمل لقدام يعني تكمل لقدام وتفكر تفكر في موضوع الرجوع ده سواء عايد ترجع او مترجعش لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر بس بقول اللي شايفين كمان في منكم في محكمة وبرضو مع بورج ترابي عايزين تنفصلوا وتبدأوا من جديد في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم منتو لان انا شايفيكم اتظلمته فعلا من جرحته قوي في العلاقة دي كمان زي ما قلت في الاول في علاقات السحر كان السبب او الحسد المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب كانت السبب في حالات الانفصال دي الحالات اللي هي كانت السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها صلاة في منها ما فيش رجوع سواء منك الرفض او من الطرف التاني لان حد فيكو بدأ حياة جديدة اه بعض المتجاوزين بعض المتزاوجين اه ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال بس انتو نفسيا يعني شايفيكم نفسيا بتعينو كتير يعني لازم تستعينو بالله اه والناس اللي منكو بتعيش حياة فيها تعب او نكت كتير لازم جدا التحسين يعني الصلاة قراءة الكرآن سماع الكرآن مهم جدا الرؤية الشرعية آآ متح البيت بالكامل بالمية والملح آآ وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص آآ آآ البعد عن الاشخاص السيئة انت حاسس بيهم يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول انت حاسس بيهم معارفهم انت عارفهم مين في حياتك ابعدهم عن حياتك خالص عشان تحس بالاستقرار وتضرد الطاقات السلبية من من حياتك طاقات سلبية وشيطانية بصراحة يعني بتحيط بيك يا برج الجوزاء آآ بيقول النصيحة دي آآ اللي لازم تعمل بيها لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا يعني انت ممكن تدخل في واجع نفس كبير مدمر بعد الشر عليكو طبعا آآ في منكم فيه علاقات سواء بجواز او ارتباط اي ارتباط تاني يعني غير جواز العلاقات دي لبعضكم سيئة جدا وطبعا اللي سمعني آآ كل واحد عارف حالته علاقة سببت لك تعب سببت لك خسارة من كل النواحي اتخزلت كتير فيها آآ وشايفاك اديت فيها كذا فرصة كل ده خد من صحتك ومن اعصابك في منكم نها العلاقة اللي هي السيئة ومنكم نفسك بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء مش مناسبة آآ اللي اتخاذ اي قرار يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك لحد ما تكون الفرصة مناسبة ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه آآ شايفا البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس ظهر معي حاجة شفتها يعني آآ اللجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح يعني بنية سليمة ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت بحاجة من اللي بيعمل حاجات دي بس بفي الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي يعني حاجة نقلتها عن حد بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى نفستها بزي ما هي عايز اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحلو يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان من اللي انا بقوله ده يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او ما فيش آآ او ما فيش ليها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملت ها او خليت حد يعملها لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح يعني طبعا يا يا جماعة يعني الله اكبر واعز واقدر يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه اي كلام اشوفه غير مفهوم لان اللي عمل كده هو عمل كده مش اصدق اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماما يعني انا عارفة انك متضرر وبتتعلق ولو بقى الشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا وان حتى السحر اللي اتعملك هو حصل باذن ربنا يعني كلنا عارفين واما هم بدرين بيه من احد الا باذن الله فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا وكل امر الله خير يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكم عمل السحر ده يكون حد سيء جدا جدا وربنا ازن لسحره ان يكون عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي انه ازن ليس وانت كمان في نفس الوقت تكون تعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه بصبرك طبعا ان شاء الله فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متأكدين كده زي ما قلت فيه رجوع لابراض هواقية ومائية بس تفقيدك انت الاختيار والقرار لازم تهدى تثبت كده شوية امور في حياتك معينة لاني شايف اغلبكم كده للكم نهار ونهاركم ليل ننظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك سليم وعشان صحتك برضو يعني لانك لو فضرت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار زي ما تعرضت له قبل كده كان عندكم قبل كده سوق اختيار شايفة فيه عندك يا جوزاء انتصار على ظلم انت تعرضت له في الظلم انت تعرضت له عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون فقدت الامل خلاص فيه في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك يعني بعد ما هتكون فقدت الامل عندك انتصار بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا فيه جوه احساس بظلم مش حاليا من صغره لاني شايفة فيه منكم ممكن اتعرض ده اللي يتمن احد الابوين يعني آآ عينة في حياته يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين ده سبب له مشكلة فيما بعد وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو يعني فيه منكو لان فيه منكو اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة استببوله بقاذا كبير يعني او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتو تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكم يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام انه مسلا حد بيقول انا حظي وحش وعارف ان مش هيحصل حاجة فبرضو دي من الحاجات اللي مش مستح ان احنا نقولها لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لي نفتنا حاجات سيئة عايزين نلغي نظرتنا دي خالص نظرتنا دي من نفتنا يعني لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تنشيش بجد اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريقة تفكيرنا شوية ونكون وفقين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء انتو فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة اه اللي منكم عندو علاقة مع برج جنيري اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية يعني ممكن ده بيعمل سوء تفاهم في العلاقة رغم ان في بنكو حب على فكرة المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان بزدات الاسد انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية انا شايف الكراءة بشكل ايجابي لو بصينا النص الكوبية المليان المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك يعني لما اقول اني فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لده لو انت سعيت لده مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني لأ انك تغير تفكيرك شوية والكلامي بس عشان ما حدش يزعل مش معناه انك وحش بالعقدة خالص بس عايزة اقول لك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي مش يعني مش هينفع ايجات حك عليك وفرحك مثلا بكمتين من برا اه فيه رجوع وفيه اه وفيه حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوه يعني انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معيك ده في الحالات اللي انفع فيها زي ما قلت يعني لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا يعني بخروجك منها انت الكازبان اللي منفاصلين ومش مرتبطين خالص اصلا اه مطلوب منك التركيز كويس جدا زي ما قلت في الاول لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين واحد كويس ومناسب واحد لا كويس ولا مناسب انت اللي لازم تختار عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا باينين جدا على فكرة ربنا يوفقكم اللي في الخير القراءة انتهت بدالكم كلكم بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل امور حياتكم يا رب شكرا للمشابة عبر فكرة اشتركوا في القناة